لعلها صحوة ضمير أو أنها ملف يقصد من فتحه اليوم تحقيق غايات سياسية داخلية بين المتنافسين في الولايات المتحدة لكنه في كل الأحوال ملف تفوح منه رائحة القهر وانتهاك القيم حسب القانون الدولي معتقلون عرب ومسلمون في معتقل جوانتانامو تكشف الوثائق الرسمية الأمريكية بطلب من مجلس الشيوخ أنهم تعرضوا للتعذيب والإهانة بقرار رسمي يعرض التقرير الوحشية التي تقف في تنقض صارخ مع قيمنا كأمة ويؤرخ لوصمة عار في تاريخنا الذي يجب أن لا يسمح أبدا بأن يحدث ذلك مرة أخرى هذا ليس ما يفعله الأمريكيون وهذه ليست قيمنا التقرير ربما يضيف بعدا جديدا للخلافات المتشعبة بين مجلس الشيوخ ووكالة المخابرات المركزية في عهد الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش ورغم ذلك فإن بعض الجمهوريين في اللجنة صوتوا مع الديمقراطيين لصالح رفع السرية عن التقرير قمت بالتصويت لصالح الكشف عن التقرير لأن الرأي العام له الحق في معرفة ما حصل إن أسليب الاستجواب لم تساعد في تعقب أسامة بن لادن أو غيره من المشتبه في صلاتهم بالإرهاب وينتظر مجلس الشيوخ الأمريكي الحصول على ملخص من 480 صفحة من وكالة CIA بعد هذا التصويت يتضمن فضائح تنشر لأول مرة في الولايات المتحدة ثمت من يرى أن رفع السرية عن التقرير له حساسية سياسية رغم أن الرئيس باراك أوباما قال مرارا إنه يريد نشر التقرير بالتفصيل ووعد بإغلاق المعتقل الذي وصفه بسيء الصيط